اللهم رب شهري رمضان الذي أنزلت فيه القرآن رب تعالى عبادك فيه الصيام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد متابعين الأعزاء أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم في هذا الشهر الكريم نلتقي وإياكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني حروف قرآنية وما زلنا في رحاب كتاب الله العزيز وفي هذه الليلة نتناول الحلقة الثانية من قسم أدوات فن التلاوة في الحلقة الماضية تحدثنا عن المعرفة باللغة العربية لإتقان الوقف والابتداء الآن نتحدث عن إتقان علم التجويد علم التجويد أيها الأحبة هو علم مشتق من علم اللغة العربية أساسا ولكن لم يكن حتى اللغة العربية لم تكن لها مؤلفات خاصة يعني العرب كانوا ينطقون للعربية بالسليقة ولكن مع دخول غير الناتقين باللغة العربية في الإسلام حدث هناك خطأ في تلاوة القرآن عندهم فإحتاج المسلمون لوضع علم النحو ثم علم الصرف وأيضاً اشتق منه علم التجويد الذي يتعلق بمخارج الحروف وصفاتها فالحاجة كما يقال أم الإختراع ولهذا من أبدع في علم اللغة العربية وحتى في علم التجويد أكثرهم هم الأعاجم ليش؟ لأنهم محتاجين حتى كان أحد العلماء يقول لأحد العلماء أيضاً العرب بأنكم لم تؤلفوا كتب في اللغة العربية قال لأننا لا نحتاجها أنتون الحاجة دعتكم إلى الدخول في هذا العلم إحنا أيضاً في هذا العاصر لهجاتنا مختلفة رقعة الدولة الإسلامية كبيرة عدة دول فبالتالي هناك لهجات هناك بعد أيضاً عن اللغة العربية ولكن إذا أردنا أن نقرأ القرآن الكريم لابد لنا من أن نقرأه على الوجه الصحيح الذي نزل به على قلب الرسول صلى الله عليه وآله فحاجتنا لإتقان علم التجويد مهمة أيها الأحبة علم التجويد تعلق بمخارج الحروف يعني كل حرف من وين يخرج وصفات الحروف هذا أهم عنصر وبعدين خلاله يمكن يروحون أيضاً إلى علم الوقف والابتداء على الهامش ولكن الهدف الرئيسي هو معرفة مخارج الحروف وصفاتها حتى نفرق بين القوي منها بين الضعيف وفي لهجات نحن تشابه عندنا بعض الحروف مثل مثلاً السين والصاد مثلاً أقول الوسطة في حينها الوسطة أقول مثلاً صوت هذا اللي حين مسموع صوت البعض يقول صوت لاحظوا التاء سواها طاء ومن يعني بلد إلى بلد بل حتى في البلد الواحد تشوف لهجات وتبعاً لهذا تكون الأخطاء فنحتاج إلى علم التجويد كما يقول الإنجليز standard عندنا موجود حق لما نقرأ القرآن الكريم ما يكون فيه خربطة يعني مو الواحد يقرأه بطريقة وهذا يقرأه بطريقة فالتركيز على علم التجويد أيها الأحبة مهم حتى يكون نطقنا للآيات صح والسامع يسمع أيضاً بصورة صحيحة المقصود من تلاوتنا للقرآن الكريم ونطقنا للآيات الكريمة لأن تغيير حرف عن حرف إما يغير المعنى أو يعطي معنى غير المعنى المراد مثلاً ولا الضالين البعض ينطق ضاد ضاء فيقول ولا الضالين الضالين يعني الباقين أين الضلال وأين البقاء غير مختلف هذا كمثال واحد والأمثلة كثيرة وعديدة ولكن الآن بهذه التكنولوجيا الموجودة اتسعت وسائل المعرفة بإمكاني أتابع مثلاً على اليوتيوب على غيرها من الأمور البرامج الإلكترونية الموجودة التطبيقات حتى على الهواتف النقالة مخصصة فقط لعلم التجويد فاتسعت الآن آفاق المعرفة ونستطيع وإحنا في بيتنا نحن نتعلم التجويد بصورة سهلة وإن كانت المشافهة ضرورية لإتقان علم التجويد أسأل الله سبحانه وتعالى نوفقنا وإياكم لكل خير حتى نلقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم رب شهري رمضان رب شهري رمضان الذي أنزلته فيه القرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر